أهلا بكم الجديد لمشاهدين الكرام ولمتابعة أبرز التفاعلات في الإعلام الإسرائيلي ينضم لنا في الستوديو معاذ الخطيب الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أهلا بكم معنا معاذ نبدأ بتقرير في صحيفة تعود أحرنود تحت عنوان نيتنياهو يوافق على تحويل معتقل سيدة مان سيء السمعة إلى معتقل مؤقت فقط أعود لك معاذ ما الذي يعنيه تحويل هذا المعتقل الذي يصبح بأنه سيء السمعة إلى مجرد معتقل مؤقت نعم بداية جدير أن نوضح سالم من مشاهد العربي أن مثل هذه الصراعات قد يبدو للبعض أن في جوهرها هي حرصا على الأسرع الفلسطينيين ولكن في الواقع هو مجرد تجسيد للصراعات التي تحدث داخل أروقة السياسة الإسرائيلية فطبعا سديتي مان هو معتقل في جنوب البلاد ومؤخرا أقيم من أجل استيعاب العدد الكبير من المعتقلين الذين أسروا من قطاع غزة طبعا المعركة الآن عليه دارت بين نيتنياهو وبينكفير والمستشار قضائي للحكومة طبعا نذكر أن نيتنياهو وبينكفير هم في اتلاف أحدهم في ذات الحكومة ولكن هناك الكثير من الأمور التي تثير الخلافات والسبب ببساطة هو النفوذ السياسي ورغبة كل طرف بتأكيد سيطرته وسطوته في السياسة الإسرائيلية فما حصل هو أن هذا المعتقل تصدر عنوين صحف عالمية مثل نيويورك تايمز وعلى سي ان ان بل أول ما نشر عنه كانت صحيفة هارتس الإسرائيلية وقالت أنه تمارس فيه أنواع من التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين مؤخرا زاد الحديث عن المعتقل بعد أن أفرج عن الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء مع مئة أو أكثر من مئة من الأسرى الآخرين ووقتها ثارت ثائرة الكثير من الإسرائيليين ولسيما من التيار اليميني كيف يتم إطلاق صراح من صورتموه لنا على أنه رئيس بل مدير مقر حماس المتمثل بمستشفى الشفاء تماما وهناك طبعا كان رد الشباك أنه بسبب ضيق الأماكن لا توجد أماكن لاستيعاب كل هؤلاء الأسرة فتم إطلاق صراح أبو سلمية والآخرين طبعا معنى إطلاق صراحهم أنهم لا يشكلون أي خطر لو كانوا من النخبة لو كانوا متورطين لو كانوا أدين ولو كانت هناك شبه حقيقية أنهم بشكلون أي خطر على إسرائيل وأنهم ينتمون إلى حماس ما كان سيتم إطلاق صراحهم وعموما هذا كان رد الشباك وهذا سبب خلافات كثيرة القرار اليوم كان ليس إغلاق المعتقل بشكل كلي وإنما تحويله لمعتقل مؤقت وهذا كان الحال عليه قبل فترة بنكفير طبعا يرفض ذلك بنكفير يريد أن يظل سجنا دائما يحتجز فيه الغزاويون لأنه فيه ظروف سيئة جدا ولكنها تلائم معايير بنكفير وما يريده من تنكيل وإساءة معاملة للفلسطينيين طبعا كثير من كما قلنا الأسر الذين خرجوا منه خرجوا في حالة يرثى لها لا شك أنك تذكر سالم الأشخاص الذين خرجوا وعلامات الصدمة باديت على وجوههم علامات التعذيب أطرافهم يعني بعضهم أطرافهم مقطعة أول أمس نشر الإعلام الإسرائيلي أن ثلاثة أفرج عنهم وتم إطلاق النار عليهم حال خروجهم على الحدود وحالة هالأوربا متعكس ما يحدث داخل هذا المعتقل تماما إذا هذا كان نراه في الخارج فكم بالحري ما يحدث في الداخل عموما قال بنكفير مؤخرا بعد أن قال نتنياهو أن يجب أن يحول لمعتقل مؤقت أذكر ليس إغلاقه سالم لن يغلق إنما تحوله لمعتقل مؤقت ولكن في الواقع لن نعلم هل فعلا من هو داخله من يحتجز فيه خاصة أنه يمنع على وسائل الإعلام وعلى المؤسسة الحقوقية أن تلتقي بالسجناء فيه أخيرا تصريح لبنكفير قال أنه إذا ما دام مختطفون تساء معاملتهم في غزة فنحن سنبقي على سديتيمان مفتوحا وهذا معناه ببساطة أنه يقر بوجود إساءة معاملة وتنكيل في السجود لكن ربما يستخدمه ورق للضغط تماما هو يستعمله ورق للضغط على نتنياهو والابتزاز السياسي كما سنرى في لاحقات ومن يدعون حنوت نتحاول إلى هارتس التي نقلت تصحات غير مسبوقة لقائد الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي بخصوص عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ماذا جاء في التفاصيل المعث نعم يهودا فوكس هو كان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة الوسطى معناها أنه مسؤول عن منطقة المركز مركز البلاد وعن منطقة القدس وأيضا عن الضفة الغربية فهو المسؤول عن كل عمليات الجيش في الضفة الغربية خطاب يهودا فوكس أمس طبعا هو قدم استقالته على ضوء فشل المنظومة العسكرية في أسابع من أكتوبر ولكن الأهم من ذلك والآن تتبايد تتضح الأمور بمعنى سالم كنا دائما نسمع عن خلافات وانتقادات من التيار اليمين المتشدد ولسيما قيادات المستوطنين ضد يهودا فوكس ولم يكن واضحا سبب ذلك الآن اتضح أمس في خطابه قال أنه في الأشهر الأخيرة تزايدت حدة الهجمات القومية ولم يقل اليهودية في الإعلام الإسرائيلي يقولون بيشع الأمني بالعبرية معنى ذلك الجرائم على خلفية قومية ويقصد طبعا بذلك الجرائم اليهودية الإجرام اليهودي المنظم الاستيطاني ضد الفلسطينيين وقال أن هذه الجرائم تزداد وهي في ظل الحرب بلا شك وزرعة الخوف عند فلسطينيين لا يشكلون أي تهديد طبعا يقصد المدنيين فلسطينيين ويقصد الهجمات التي تمارسها طيارات الاستيطانية ولسيما فتية التلال ضد المدنيين وقد رأينا الكثير من مشاهد الفيديو التي توثق ذلك ولسيما حرق البيوت وحق السيارات والاعتداء على المواطنين بل إطلاق النار على أطفال وهذا وثقته وسائل الإعلام لإسرائيل ومؤسسات حقوقية فقال أيضا أن القيادة الدينية والمحلية لا تتعامل أبدا مع ذلك وقال كما تقتضي التوراة والتعاليم اليهودية الدينية التي يعلمونها أبنائهم لأن الطيار الإستيطاني وطيار ديني متشدد يقول أنهم يعلمون أبنائهم قيم التسامح وإلى آخره واحترام كرامة الإنسان ولكن هذا يتعارض مع ذلك أقول هذه ليست اليهودية التي نشأت عليها أخيرا نذكر أيضا تكلم عن السلطة الفلسطينية قال أنه دور السلطة الفلسطينية جدا مهم وأن ما يمارس ضدها من عقوبات وهو يتكلم هنا عن سموتريش وأذكر اسمه سموتريش مؤخرا وزير المالية حرم السلطة من كثير من المخصصات فرض عليها كثير من العقوبات ويتم توسيع الاستيطان هناك فيقول هذه العقوبات سوف تضعف السلطة وإذا أضعف السلطة فهذا يضر في مصالح إسرائيل الأمنية إذن خلاصة الكلام هنا ليس أنه يعني كلام موقف يهودة فوكس ليس حرصا على المواطنين الفلسطينيين بل لأنه يعلم أنه إذا استمرت الأمور بهذا الحال إذا أطلق العنان ليد المستوطنين يعيثون الخراب في مدن الضفة فهذا معنى أن الضفة سوف تنفجر وهذا ما يقولونه هم أنفسهم وما تقوله مؤسسات البحث الإسرائيلية طبعا هذه التصريحات سببت هجوم لاذع جدا عليه من تيارات الاستيطان إحدى هنا مثلا عضوة جنيسة ليمور سون هار ميليخ قالت أنه بدل أن يسني على فتية التلال الذين يحمون ظهورنا ويحمون وطننا من سيطرة العرب على أراضينا فهو يتهمهم بالإرهاب فإذا كان صادما أنه خرج من هذا التصريح ولكن لم يكن صادما ردد الفعل على كلامه نتحول إلى هيئة البث الإسرائيلية ومقال بعنوان نتنياه وافق سرا على ضم بنكفير لمجلس الحرب يعني إذا ضح هذا الكلام الذي ذكرته هيئة البث الإسرائيلية بنكفير كان يضغط ونيتنياه كان يرفض ما الذي تغير؟ ما الذي جرى؟ نعم بداية هيئة البث نقلت عن مقربين من بنكفير الأمر لم ينقل عن نتنياه وهذه نقطة مهم جداً بل إن مقربين من نتنياه نفو هذا الكلام نفو أن يكون نتنياه قد قبل إدخال بنكفير إلى هذا المجلس نذكر هنا سالم أن هناك مجلس الحرب الموسع الذي يضمه معظم الوزراء وهناك مجلس مصغر فيها أقل من أصابع لدي الواحدة يتخذون قرارات مصيرية بنكفير يرى في نفسه شخصاً مهماً جداً في السياسة مع أنه لم يخدم في الجيش بالمناسبة ويريد أن يكون شريكاً في اتخاذ هذه القرارات المصيرية المشكلة أنه يمارس الإبتزاز السياسي وكل مرة يفتع الأزمات ومن أجل الضغط على نتنياه من أجل إدخاله لهذا المجلس المجلس المصغر نعم المجلس المصغر آخر هذه الأزمات التي افتعلها كان هناك تصويت يوم أمس حزب شاس الذي هو أيضاً شريك في الحكومة أذكر هنا سالم أن حكومة نتنياه مبنية بالأساس على تيارات دينية بعضها متشدد جداً بعضها أقل تشدداً ولكن هذا هو صلب قوة نتنياه والأمر لذلك خاضع للكثير من الشد والجذب داخل هذه التيارات بنكفير رفض أن يصوت على قانون أرادت شاس تمريرو لا يهم ما هو القانون المهم أنه رفض وطالب أن يوافق نتنياه على إدخال مجلس الحرب من أجل أن يوافق على القانون الذي يمرره الإتلاف الذي هو جزء منه مع أنه تيار بنكفير نفسه أيضاً مستفيد من هذا القانون الذي كان سيمر طبعاً بلغ الأمر حال أيضاً أن نتنياه قال في اجتماعات داخلية أنا لست مدير روضة أطفال طبعاً يتكلم هنا عن بنكفير ومارساته وكما قلت مقربون من نتنياه النفو أن يكون سمح له بالدخول ومع ذلك طبعاً والإعلام يقول أنه اشترط نتنياه على بنكفير أن لا ينشر لوسائل الإعلام أنه قبل لدخول في هذا المجلس ومع ذلك طبعاً بنكفير كما نرى نشر وصرب هذا الأمر لوسائل الإعلام مما حدى بنتنياه ومقربين منه لنفي ذلك أحياناً تكون سالم التصريحة ليست صادرة عن نتنياه مباشرة ولا عن بنكفير إنما مقربون من بنكفير أو مقربون من نتنياه كي يكون هناك مجال لنفي الأمر لاحقاً يقول نتنياه أنا ألا أقول ذلك أو بنكفير ألا أقول ذلك ذلك هذه هي السياسة لإسرائيل ربما تكون وسيلة للضغط من هذا الطرف أو ذلك نعود إلى صحيفة دعوت حنط ومقال بعنوان وزير الدفاع جالانت يقبل توصية الجيش ويعلن البدء في استعاء الحريديم للخدمة العسكرية بدءاً من الشهر المقبل هل يفعلها جالانت؟ نعم سالم هو مجبر لأن المحكمة العليا قضت بقرار أن يتم تجنيد الحريديم وبذلك طبعاً المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل وبالتالي القرار ملزم طبعاً كانت الإشكالية كيف؟ كيف سيتم تجنيد الحريديم وقد رأيناهم في الشوارع يرفعون لافتات نموت ولا نتجند تخيل فهم مستعدون فعلاً وقد رأيناهم أمام سيارات الشرطة ويغلقون الشوارع ويتم الاعتداء عليهم من قبل الشرطة وهم جادون في عدم رغبتهم في التجند لماذا طبعاً يعزون أنهم يريدون تعلم التوراة وأن أهمية التوراة تقتضي أن يظل أسخاص متفرغون لتدارسها وتعليمها منظومة فاسدة من الناحية الأخلاقية غير مناسبة للمتدينين وأخيراً ما لا يعلمه كثير من الناس لأسباب اقتصادية المدارس الدينية الحريدية تتلقى ميزانيات خاصة وإذا أصبح الحريديم يتجندون إذن لن يدخلون المدارس وبالتالي فالميزانيات التي يحصلون عليها سوف تقل إذن قال الجيش أنه سوف يعمل على تجنيد عشرة آلاف جندي ولكن ما يميز التصريح التصريح قال أنه لم يحدد العدد وهذه طبعاً نقطة أثارت تساؤلات كثيرة في الإعلام الإسرائيلي ما هو العدد الذي تريدون تجنيده من تجب عليهم الخدمة العسكرية من الحاردين عشرات الآلاف ولكن بناء على ما رشحهم ينون تجنيد ثلاثة آلاف من الحاردين فقط سالم وهذه نسبة قليلة جداً من مجمل من يجب أن يخدمه هناك مخطط وضعته وزارة الدفاع يقولون أنهم سيبدأون بالتدريج بتجنيد أعداد قليلة لتجنب الاحتكاك مع الحاردين وتجنب الصدام معهم وسيجرون لهم اختبارات تخيل اختبارات فكرية لتحديد مستوهم الفكري لماذا؟ لأن هؤلاء لم يذهبوا إلى مدارس تقليدية أبداً لم ينالوا التعليم التقليدي لا يملكون ربما قدرات رياضية قدرات لغوية أساسية وبالتالي يريدون أولاً إجراء اختبارات لهم وبعد ذلك فرزهم حسب قدراتهم العقلية أيضاً ستكون حملات إعلامية لتشجيعهم على التجنب ربما خطة جلنت تصطدم مع الأحزاب الدينية ولا سيام اليمين المتطرف طبعاً في داخل التيار المتدين سالم هناك تيارات كثيرة هناك اليهود المتدينون القوميون وهناك اليهود الألترا أرثوذوكس المتدينون المتشددون هؤلاء هم الرافضون بالأساس للتجند يعني مثلاً تيار بينجفير وسموت ريتش التيار الاستيطاني لا يجد مشكلة في التجند هناك فعلاً عدد كبير منهم المتجندون مقياس النجاح بالنسبة لوزارة الدفاع الفجوة بين عدد من طلبوا للتجند وعدد من تم تجنيدهم فعلاً هذا سيحدد هل نجحت الوزارة في التجنيد أخيراً لم تذكر البيانات حتى الآن ماذا لو رفضا الحارديم التجند ما الذي ستفعله الوزارة بأي طريقة تتعامل مع الوضع ثانياً على أي أساس سيتم اختيار هؤلاء الثلاثة ألاف من ضمن عشرات الألاف بناء على ماذا وأخيراً ماذا بخصوص من لم يتجندوا هل سيتم إعفاءهم من الخدمة هل سيتم توظيفهم في مجالات أخرى خارج الخدمة العسكرية كل هذه التساؤلات لم تجب عنها الوزارة حتى الآن وطبعاً الأمر سيكون معقد ومشكلة جداً سالة دعنا ننتقل ونختم بهذا المقال من صحيفة هارتس بأنوان إسرائيل لن تهزم حماس أنا الأوان لنعلن هزيمتنا وقال الكاتب أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي يبن يمينة تنياهو أن لا يعرقل الصفقة من أجل تجنب الكارثة إذن هو يطلب بشكل محدد أن تعلن إسرائيل هزيمتها في هذه الحرب هو يطالب وقف القتال هو يطالب بوقف الحرب وعقد صفقة وإلا فالنتيجة الحتمية كما يرى إتسحاك بريك ستكون هزيمة النكراء لإسرائيل فهو ببساطة يقول دعونا نوقف الحرب الآن قبل أن نمنى بهزيمة النكراء لماذا إتسحاك بريك تحديداً وهو كثيراً ما يقتبس في وسائل الإعلام الإسرائيلية لأنه لواء متقاعد وكان مديراً للكليات العسكرية وشغل مناصب كثيرة في داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية مقال اللواء يتسحاك بريك هو صوت آخر بات يعلو ويتصاعد يشدد على أن كل ما كان يقوله نتنياهو وما تقوله قيادة الجيش ويقوله وزير الدفاع غالنت من أننا نموشكون على هزيمة حماس تذكر قبل عدة أشهر أن غالنت قد قال الآن السنوار يسمع هدير مجنزراتنا فوق رأسه هذا ربما في الشهر الثالث مدات الحرب وقد نشك على دخول الشهر العاشر ولم يظهر لا السنوار ولم يعرفه ولا يعرف أصلا أين مكانه فما يقوله يتسحاك بريك هو أولا حذر من رفض الصفقة قال يجب أن نوافق على الصفقة الآن ويجب وقف الحرب وقال إن استمرار الحرب مع كل هذه الخسائر التي نتكبدها معناه أننا سنفقد المختطفين إلى الأبد وسنكون على شفى حرب إقليمية يقول أن الجيش يدمر المباني في غزة ولكنه لا يدمر حماس ويقول يجب أن نعترف أننا قد خسرنا الحرب واستمرار الحرب لن يجلب النصر أبدا بل ستكون هزيمة إسرائيل أشد إلاما أما في الجبهة الشمالية فيقول إذا توقفت الحرب هنا يجب أن تتوقف هناك إذا لم نقدر على هزيمة حماس كيف سنقدر على هزيمة حزب الله ويعشرة أضعاف قوة حماس طبعا هنا نذكر كما قلت سالم هذا صوت آخر يشدد على أن إنجازات الجيش ليست كما يسوقه السياسيون ولكنه ليس صوت الوحيد معاذ استوقفنا أيضا كاتب إسرائيلي وهو بندرور يميني حينما قال اليوم أن الصنوار حقق أهدافه كاملة ويلعب الشطرنج بنجاح ضدا إذن هذا ليس صوت الوحيد داخل إسرائيل الذي يتحدث بهذا الشكل تماما سالم سالم أمس في نشرات الأخبار كان السنوار له حصة الأسد وكل ما يذكر اسم السنوار كانوا يقولون أنه رجل ذكي جدا أنه يتلاعب بالمنظومة السياسية الإسرائيلية ويعرف ما يفعله تماما ولكن هنا نقطة بسيتس حاكبريك وبندرور يميني وهم أشخاص خرجوا من المنظومة العسكرية لكن سالم هناك الآن تقدير للجيش نشرته قناة 12 قال أن لواء أرفح لا يزال تقريبا على حاله ثلاث كتائب من أصل أربعة لا زالت نشطة وتعمل بشكل كامل أيضا قناة 12 نشرت أمس تقديرات تقول أن أنفاق حماس في غزة لا زالت في صلاحية عالية بل أن مصانع الإسمنت التي من خلالها يعيدون ترميم الأنفاق بدأت تعمل أكثر من ذلك قالوا أن الأنفاق في رفحة التي تسمح بالوصول إلى إسرائيل أيضا لا زالت نشطة يقولون أن حماس في خان يونيس استعادت عافيتها وتقوم بترميم الأنفاق هناك تخيل وهذا الكلام عن مناطق لا زال الجيش يعمل فيها وبالتالي التقديرات وتوصية الجيش كانت إذا أوتيحت صفقة يجب المضي فيها طبعا انتبه نقطة جدا مهمة سالم هذه التفاصيل التي ذكرتها للتو نشرتها قناة 12 بموافقة الرقابة العسكرية يعني بكلمات أخرى المنظومة العسكرية سمحت بر وربما شجعت قناة 12 على نشر هذه التفاصيل لماذا؟ لأنهم يريدون وسيلة طغط على المستوى السياسي يقولون نحن لا نحقق أهدافنا في قطاع غزة عسكريا ولذلك يجب الذهاب إلى صفقة الصحفي المتخص في الشأن الإسرائيلي معاذ الخطيب أشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر